ودول الشقيقة والصديقة وخير نموذج على ذلك بتأكيد العلاقات المصرية السعودية حديثا عن فعالية اليوم عقد رئيس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي اجتماعا بتحاد الغرف التجارية السعودية مع عدد من المستثمرين السعوديين برياض كما التقى رئيس مجلس الوزراء مع وزير الصناعة وثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف في اليوم الثاني لزيارته إلى العاصمة السعودية أرياض وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين مشيرا إلى حرص الدولة المصرية خلال هذه المرحلة على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى أفاق أوسع وأضاف مدبولي في هذا الشأن أن الحكومة تعمل حاليا على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة مع السعودية مؤكدا أن مصر تولي أولوية قصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة أراهنة وتعمل على تحفيز قطاع الصناعة كي يقود قطرة التمية خلال الفترة المقبلة يلنبي لي للمزيد من المتابعة الدكتور أبو بكر الديب خبير الاقتصاد السياسي تحية لك دكتور أبو بكر أهلا بك دكتور أهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدين كيف يمكن أن تكرس هذه الزيارة وهذه اللقاءات المصرية السعودية المشتركة لأفاق أرحب في مجال التعاون وتبادل الخبرات والمنفعة بين البلدين كي تستثمر لخدمة القضايا العربية بشكل عام ونخص بالذكر المجال الاقتصادي وبالتأكيد أكثر من محور ونقاط انطلاق خلال ما تبعناه منذ قليل من لقاء بين الجانبين المصري والسعودي ومحاور بلغة الاهتمام يمكن أن تشكل ركيزة أساسية في الوقت رأي بالتأكيد تأتي تلك الزيارة في وقت مهم جدا وهي حلقة مهمة في سلسلة تقارب المصري السعودي الكبير وفي رأيي هناك عدة أسباب لازدهار العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر والمملكة العربية السعودية أهمها التوافق والتناغم والتفاهم بين قيادتين البلدين متمثلة في فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهدي ثمو الأمير محمد بن سلمان والتي أثمرت عن شراكات اقتصادية واستثمارية قوية تدعمها دائما علاقات سياسية متميزة وفريدة بين البلدين المهمين في الشرق الأوسط كما أن قرب البلدين جغرافيا وشعبيا وثقافيا أدى لتطور التعاون الاقتصادي والاستثمار بينهما في كافة المجالات هناك أيضا مجلس الأعمال المصري السعودي يلعب دورا كبيرا وكذلك اللنجة التجارية المشتركة بين البلدين يلعبان دورا كبيرا في دعم العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر فضلا عن امتلاك البلدان رؤية للتنمية المستدامة 2030 للسعودية و2035 لمصر والبلدان أيضا تمتلكان استراتيجية وطنية للاستثمار وتشكل مصر والسعودية حوالي 34% من سكان منطقة الشرق الأوسط و39% من الناتج المحلي الإجمالي العربي هناك جالية كبيرة مصرية على الأراضي السعودية تتجاوز 2.5 مليون عامل مصري وكذلك أكبر جالية سعودية خارج المملكة تعيش في الأراضي المصرية تصل إلى مليون سعودي المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط المملكة العربية السعودية ثاني أكبر سوق خارجي للصادرات المصرية في هذا السياق ما هي قراءتكم لأهمية الاتفاقيات التي يتم توقيعها بين الجانبين خلال هذه الزيارة وهذه الفعاليات بلغت الأهمية بالعاصمة سعودية رياض طبعا هذه الاتفاقيات التي وقعت خلال الزيارة تستهدف ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية وتحقيق الاستثمار الأمثل لفرص التعاون الثنائي في كل القطاعات الاستثمارية تحقيقا لمصلحة البلدين المشتركة في إطار التجارب الوطنية والمستهدفات التنموية وفقا لرؤيتي البلدين بكل من السعودية ومصر كما قلت مصر ضمن أكبر خمس دول بها استثمارات سعودية خارج حدودها عدد كبير من المستثمرين السعوديين في مصر يتطلعون لمضاعفة استثماراتهم في مصر بشكل كبير السعودية كانت من أوائل الدول التي مدت يد العون لمصر عقب أحداثها 2011 و2013 في كل المجالات سواء بالوداع في البنك المركزي أو في الاستثمارات المباشرة مدت يد العون لمصر وكذلك مصر تقف بجانب المملكة العربية السعودية في كل قضاياها صندوق السيادي السعودي أعلن أنه ينوي مضاعفة استثماراته في مصر خلال العشر سنوات المقبلة وهو يقود الاستثمارات العامة السعودية والتنمية المستدامة بداخل وخارج المملكة ويساهم بقوة في عملية التحول الاقتصادي وتنويع دكتور أبو بكر في خضام هذه تكاتولات الاقتصادية العالمية كيف ما الذي يمكن أن يشكله تحالف من هذا القبيل هذا النموذج الذي نحن إزاءه النموذج المصري السعودي سواء كقدرة تنافسية دوليا وأيضا في دلالات التوقيت في وقت نشهد في الصراعات والأزمات على أشدها وإشارة واجبة بالتأكيد إلى ما قالت لي الأوضاع في قطاع غزة بعد حرب تقارب العام الحرب الإسرائيلية في القطاع كيف تنظرون إلى ذلك لأنه ثمت رابط مهم جدا ما بين السياسة والاقتصاد طبعا السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة وقد شهد العالم خلال السنوات الأخيرة توترات جيوسياسية في عدد من مناطق العالم رأينا كما هناك تكتلات سياسية ومحاولة ظهور أقطاب سياسية لإدارة العالم كذلك هناك أقطاب اقتصادية تحاول عقد اتفاقيات كبرى لإدارة العالم عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على الروسيا حاولت روسيا إقامة تكتلات مع دول كالصين والهند وغير ذلك أيضا في الشرق الأوسط والأدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنتج خريطة جديدة للإقتصاد العالمي رأينا كيف تكونت منظمة بريكس وانضمت إليها خمس دول جديدة هي مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وعدد من الدول الأخرى ليزداد التكتل قوة على قوة في مواجهة الهيمنة الغربية على الاقتصاد ومجموعة السبع الكبار كذلك هناك اتفاقيات عدة جرت وتحالفات اقتصادية عدة جرت على خلفية التوترات الجيو سياسية سواء في منطقة الشرق الأوسط أو على مستوى العالم مصر والمملكة العربية السعودية دولتان قويتان مهمتان في الشرق الأوسط هناك تقارب بين مصر أيضا وتركيا وهي دولة قوية في الشرق الأوسط ورأينا مؤخرا زيارة السيد الرئيس لتركيا وعقد اتفاقيات اقتصادية وكذلك مع المملكة العربية السعودية ومع الإمارات ومع عديد من الدول الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط لأن مصر طبعا هي دولة كبيرة وهي بوابة للسوق الإفريقي الكبير المترامي على أطراف وهي لديها بنية تحتية قوية وهي أعدت نفسها لاستقبال استثمارات أجنبية ضخمة في عديد من المشروعات وعلى رأسها العاصمة الإجرية الجديدة وهذا يصلت الضوء على مفردات وعدة للسياسة الخارجية المصرية وهي لافتة بشكل كبير خاصة على مدار السنوات القريبة الماضية كيف تتوقف عند هذه المفردات وإلى أي مدى هي كفيلة أو ترقى إلى تقييم مصر الجديدة والمكانة التي تساعدها مصر يوما بعد يوم وتضيف إليها في مجالات عدة طبعا تلعب الدبلوماسية المصرية دورا كبيرا في عملية التنمية والاستقرار الشرق الأوسط وهي ذات علامات متميزة يشيد بها القاصي والداني ورأينا خلال السنوات يمكن العشر الماضية دبلوماسية جديدة وهي دبلوماسية الرئيس وكيف أن الرئيس بنفسه يجوب الأرض من شرقها وغربها شمالها وجنوبها ليس فقط ممثلا لمصر وإنما حاملا قضايا القارة الإفريقية والقضايا العربية في عديد من المنتديات والقمم العالمية بالتأكيد دبلوماسية الرئيسية لها باع كبير في كثير من المكتسبات التي حققتها مصر في الفترة الماضية أشكر جزيلا الشكر على هذه المدخلة القيمة دكتور أبو بكر ديب خبير الاقتصاد السياسية وتتواصل المتابعة وأتحول لهذا الاتصال مع الأستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء تحيطا لحريك أستاذ كمال أهلا وسهلا تحيط لحريك والأستاذ المشاهدين أهلا بحريك ونكلم عن مفردات وعيدة في السياسة الخارجية المصرية الدبلوماسية الرئاسية يعني كثير من الأدوات الفاعلة الملموسة اللي بيتم البناء عليها واستثمرها في هذه المرحلة لو أخذنا الفعاليات في العاصمة السعودية أرياض كنموذج وتبادل أزيارات بيئة على المستوى الرئاسي ويعني القيادات الفاعلة في مختلف مجالات التنبية كيف تعاولون عليها حاليا؟ بالتأكيد طبعا كما أشرت هذه الدبلوماسية المصرية حاليا بتركز على عدة محاور من ضمن هذه المحاور البعد العربي وتحقيق التكامل العربي وفتحة أفاق واسعة للتعاون مع الدول العربية بالتأكيد طبعا المملكة العربية السعودية من الدول المحورية المهمة المصر بحريصة على توطيط أطر الشراقة والتعاون معها بالتأكيد طبعا العلاقات السياسية متميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية وهناك بغود كبيرة لأن تكون العلاقات الاقتصادية والاقتصادية على مستوى تميز العلاقات السياسية من خلال تحقيق الشراقة بين البلدين ليس فقط بين الحكومتين لكن بين القطاع الخاص كمان في البلدين الحقيقة رئيس الوزراء بزور المملكة العربية السعودية في إطار توطيط أطر التعاون الاقتصادي والاقتصادي التقى عدد من الوزراء منهم وزير التسمار ووزير الصناعة وحاليا هناك لقاء بين رئيس الوزراء والمستثمرين في المملكة العربية السعودية هناك كما أكد رئيس الوزراء خلال لقاءات العديدة مجالات كبيرة للتعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في الكثير من المجالات الصناعية مجالات الأدوية الأمن الغذائي الصناعات التعدينية وغيرها من المجالات مجالات الطاقة أيضا فهناك أفق كبيرة للتعاون بين البلدين البلدين حاليا لديهم انفتاح كيف لهذا الحراكة وهذه الأحداث أستاذ كمال أن تضخ الدماء في القدرات المصرية بمعنى آخر أن تطفي المزيد من الجاذبية على بيئة الاستثمار والمال والأعمال في مصر بالتأكيد طبعا مصر مع خطوات كبيرة التي حققتها في مجال الصح الاقتصادي مع الفرص الاستثمارية الكبيرة أصبح الجو مهيئ تماما لوجود استثمارات في قطاعات كبرى نحن لدينا مناطق وعدة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من المناطق الموجودة منطقة الساحل الشمال الغربي وغيرها من المناطق الوعدة المناطق المحرطية التوافذ التي تقدمها من السمارين التيسارات البريبية هناك خريطة استثمار واضحة تم إعدادها وفيها فرص أنا أشكر حضرتك جزيز شكر أستاذ كامير ريان الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء بالفعل الانفتاح والتوازن والتنوع سمات واعدة ومتفردة في السياسة الخارجية المصرية والانفتاح لأفاق أرحب على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية بالتأكيد لقاءات حالية أيضا بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره وزير الخارجية الروسي وكثير من القضايا محل اهتمام مشترك وتقارب في الرؤى أيضا إذا التجذبات والتطورات الإقليمية والدولية وعلى رأسها التطورات الفلسطينية مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختم هذه الجولة معكم وبتأكيد متابعتنا وتحليلاتنا تتواصل على شاشة قناة نيل الأخبار كنوا عدوا معنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة